خلف الأبواب المغلقة هناك حكايات أكيد طبعا حكاية أولادك تقبلوها إزاي؟ بالأول أكيد صعب بس متفاهمين نحن كلياتنا وما أخذنا القرار إلا بعد ما قعدنا وحكينا وأحلى شيء أن العائلة ما زالت بقوام جيد جدا وما زلنا سوا وما زلنا كل تفاصيل الأولاد مع بعض عارفة كلامك بيفكرني بإيه؟ معرفش لو تبعتي هذا الفيلم للمبدعة إن عام محمد علي مرفة أمين وحسن فهم أسف أرفض الطلاق اللي هي كانت بتحارب عشان حياتها وشايفة إن هي مش عايزة تسيب جزة أنت ممكن توافقي على هذه النوعية من العلاقات اللي فيها احترام لا أنا متمسكة بالحياة بلاش نتطلق بلاش نعمل هي شبه الخطاب اللي أنت عملتيه ولكن بطريقة أخرى هي القصة مو قصة أوراق رسمية هي قصة حالة روحية في ناس بتفهمها في ناس لا بس في مشاعر امتنان قد تكون أكبر من الحب فأنا بالنسبة إلي احترامه أكبر وأمتناني إله أكبر بكتير وفي شي أكتر من أنه يكون هيك سطحي وبلحظة حسينة أنه نحن ما بدنا نكذب نحن واضحين كتير في ناس عايشين مع بعضهم بحالة كذب فنكون صادقين ونكون واضحين هو أفضل بكتير عم نكسب حالنا يمكن ناس تفهم يمكن ناس لا بس نحن ما همنا إرضاء الآخر همنا أنه نحن أولادنا يكونوا مرتاحين ونحن كمان مرتاحين مع بعض